الشناوي، كمل في الأهل أو لا؟ الشناوي لو الأهل وفقه له، لو الأهل وفقه له على الاحتراف، هيحترف طبيعي؟ لا، في الأخير هو عايز يحترف، لكن من خلال النادي الأهل وعرض عليهم بالنص كده تقال لهم، أنا جالي عرض من نادي سعودي قال لهم الرقم فيه كبير جداً، مستنيين موافقكم كم الرقم؟ 3 مليون دولار 3 مليون دولار في الموسم؟ في الموسم؟ لا، 20 مليون جنيه فهم، يعني، الكلم معهم قال لهم أنا شايف أن الفرقة دلوقتي كويسة، الدنيا بيت أحسن، فيه اتجاه في لغمة التخطيط كمان موافقين يعني، وفيه ترحيب برحيل الشناوي بعد المستوى عالي لطفي ومستوى مصطفى شبير في الفترة الأخيرة، ففيه ترحيب أن الشناوي مش هيعمل الدروب الجامد الفني في مستوى حراسة المرمى، ففيه ترحيب بفكرة أن هو يرحل، هيسأله كولر هالرحيل الشناوي مش هيأثر على الفريق؟ لو كولر قال لهم موافق، هيطلع الشناوي يلعب سنة أو سنتين، يرجع، يعتزل داخل النادي الأهلي أسوة بحسام غالي، ويكمل بقى في الكارير بتاعه، سواء الكارير الإداري أو كارير الإعلام زي ما هو بفكرة اشتركوا في القناة